موسيقى يعطيكم العافية انا الدكتور طلال نحلاوي استاذ مساعد في خاصة مداوات الأسنان هنكمل اليوم محاضرتنا على اعتبارات لبية في مداوات الأسنان ترميمية الجزء الثالث طبعا سبع حكينا كيف نحن نحافظ على اللب نتيجة إجراءات التحضير وشو هي السيلر وشو هي اللاينر اللي احنا منطبق انك الرمال نقدر نحافظ على اللب قدر الإمكان ننتقل لآخر جزء في حالات لما يكون عندي القافة النخرية عميقة بشكل ما تسمح لي أنه أنا قدر نطبق أو يصير عندي الكريتيكة موضوع الحفاظ على حيوية اللب وخاصة في النخور العميقة أو يستطيع التعرف على التقنيتين التي هي التغطية اللبية المباشرة والإنتقل والإنتقل بالتعريف بشكل عام أي إجراء للتغطية اللبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة هو عبارة عن إجراء لبي معالجة اللبية الهدف منها بشكل أساسي للحفاظ على حيوية اللب ضمن النسوج السنية لما لأهمية البقاء الحيوية في دور أساسي في خدمة ووظائف السن واستمرار ضمن الحفرة الفموية بشكل عام شروط خط الجراء التغطية المباشرة أو غير المباشرة للأسنان في أمور كتير هامة لازم تكون موجودة عندنا أول شيء أنه لازم يكون أساساً اللب حيوية فلا يوجد معنى الإجراء التغطية اللبية مباشرة أو غير مباشرة مع كون اللب متموت أو فيه تموت جزئي طبعاً هون بتبب برز أهمية تشخيص الأعراض وقدرة الطبيب على تحديد المرحلة نوعاً ما من الإصابة اللبية اللي عم يعاني منها اللب السني وعدم وجود أو بدء حالي من التموت وإلا حيكون إجراءات تغطية اللبية مباشرة أو غير مباشرة فاشلة وعندها ستعزى أن التقنية هي فاشلة بينما كان اختيار الحالي هو الخاطئ نقطة ثانية الألم اللي هو لازم يكون موجود أو إذا كان موجود بالسن اللي عم يخضع على تغطية اللبية مباشرة أو غير مباشرة يجب أن لا يكون ألم عفوي يعني لا يدل على التهاب لبي غير ردود لأنه لما يكون عندي أنا دخلت في حالة التهاب لبي غير ردود بيكون من الصعوبة بمكان الاستمرار الحفاظ على حيوية اللب نقطة الثالثة وهامية أكيد ما عندي راديولوسنسي يعني بمعنى تاني ما عندي أي إصابة لبية أو حتى لو ما كان عندي بريئة راديولوسنسي ما يكون عندي أكيد أبكال بيريدونتايتس أو التهاب ما حاول زروي حاد مسبب بنتيجة تموت اللب أو التهاب اللب وطبعا أكيد لازم ما يكون في عندي بكتيريا موجودة لحتى أن أضمان نجاح الترميم بشكل أو بآخر هلأ إنتم نروح باتجاه الدارك بشكل عام لما يصير عنا انكشاف لبية فنحن نتعامل مع شيء اسمه دارك لما ما يصير عنا انكشاف لبية يكون عن تعمل مع شيء اسمه غير دارك ودائما حسب الدراسات والأبحاث والخبرة السريرية بتقلنا أنه نسب نجاح التغطية اللبية غير مباشرة هي تكون أعلى من نسب نجاح التغطية اللبية المباشرة وهذا الشيء طبعا طبيعي لأنه نحن نجنب الجرح اللبية والتالي نخفف احتمالية التلوث الجرسومي للب المنكشف إجراءنا للتغطية اللبية المباشرة أو غير مباشرة ما طبط بشكل أساسي بمراقبتنا للأعراض لأنه الأعراض كتير ضرورية وكتير هامة وهي بالدلة اللي بشكل أو بآخر على إمكانية نجاح لأنه لا نكتفي فقط بإجراء هذه التغطية وترك المريض دون متابعة احتمال يتطور حالة التهاب اللبحات احتمال يتطور تموت وبنفس الوقت أيضا للتأكد بالنجاح المعالجي وخاصة في الحالات اللي بيكون فيها الحفاظ على حيوية اللب بأهمية خصوى عند وجود حالة أسنان غير مكتملة النمو الزورة ونحن بحاجة لحفاظ على حيوية اللب من أجل اكتمال تشكل الجزر فلازم نتابع الحالة وتستمر المراقبة إلى عدة أشهر الآن سنناقش موضوع التغطية اللبية المباشرة الأدراسات السريرية التي انجزت على الحيوانات بيّنت أن التغطية اللبية المباشرة يمكن لها إذا أجرك بتقنيتها الصحيحة وفي خلو السطح منها الإنتان يمكن أن يشفى الجرح اللبية ويعاد تشكل العاج متميزة من خلايا أوضونتو بلاست وأغلاق جرح اللبية مرة أخرى طبعا إذا كان في عندي كشاف بكتيري أو تعرض للوسط الفموي بيكون نسب نجاح التغطية اللبية المباشرة منخفضة نقطة تانية أيضا بتقلل أو بترفع من نسب نجاح التغطية اللبية المباشرة هي عمر اللب السني كلما كان اللب السني فتي كلما كان تسقب الزروية واسعة كلما كان نسب الإصلاح والترميم لللب أعلى كلما كان قدرة على نجاح أو نسب نجاح التغطية اللبية المباشرة أعلى نقطة ثانية موضوع النزف لما بيكون عندنا النزف غير قادرين ينسيطر عليه خلال عدة دقائق من خلال تطبيق الضغط اللطيف هذا بيكون مؤشر على وجود التهاب لب غير ردود الرفيرساب بالبايتس وبالتالي تنخفض احتمالية نجاح التغطية اللبية المباشرة وبالمقابل عدم وجود نزف نهائيا قد يكون مؤشر على وجود تموت في اللب لذلك كتير مهم من خلال وسائل التكبير أن نرصد شكل الجرح اللبي الموجود وإن كان في بعض المناطق الرمادية أو السوداء هذا الدليل على تموت لب معرفة انقطاع النزف خلال عدة دقائق والهدف منه ماكسموم أو بحد أعلى خمس دقائق والتقال هلأ بالدراسات الحديثة 2 دقيقتين إلى 3 دقائق من شأن الوقوف على الوضع نسبيا معرفة وضع الحالة للالتهاب للب لأنه كلما زاد النزف كلما كان نسب مجاح أقل حجم الانكشاف أيضا للب هو يلعب دور أهم جدا في نجاح التغطية اللبية المباشرة فكلما كان حجم انكشاف اللب واسع كلما كان نسب النجاح وقدر على إصلاح أصعب مقارنة مع اللب المنكشف انكشاف بسيط ومثل ما حكينا بدي يكون الانكشاف بكتيريا الفري يعني الأفضل نجاحا هو بيكون انكشاف عرضي مع عزل وتطبيق حاجز مطاطي وعدم تلوث باللعاب وتجنبا للإصابة بالبكتيريا الفموية الموجودة لكي لا تخفض لنسب النجاح بشكل أساسي للتغطية اللبية المباشرة من المواد المستخدمة في التغطية اللبية المباشرة لدينا شيء ادعاب الكالسيوم هيدروكسايد الكالسيوم هيدروكسايد أو ماءات الكالسيوم تطبق بشكل مباشر نستفيد من الخصائص الحيوية لمادة ماءات الكالسيوم بتحريض اللب على تشكيل الأودونتوبلاست وبالتالي تشكيل العاج المرمم واغلاق المكان ويجب أن تغطى مادة ماءات الكالسيوم من أجل حمايتها وعدم مثلا اندخالها ضمن اللب السني أثناء تكثيف إجراءات تكثيف المادة المرمم النهائية وترميم بها مادة تضمن لختم الحواف بشكل جيد مثل ما أنا شايفين انكشاف اللب برجرح اللبية التغطية بمادة التغطية المباشرة وهي غالب الكالسيوم هيدروكسايد ويفضل تغطيتها بالرزين موديفاي دلاس أرور سيمان ثم بالتالي إجراء المعالجة اللبية النهائية هاهم مثل ما أنا شايفين انكشاف اللب بي مثل ما أنا واضح بالنسبة إلنا جرح واضح جرح اللب بي ثم السيطر على النزف العزل بالحاجز المطاطي لا يجد أعراض مسبقا لدى المريضة وتطبيق مادة التغطية هون ثم تطبيق مادة الام تي اي أيضا ممكن تستخدم كمادة تغطية اللبية مباشرة حالة أخرى مثل ما أنا شايفين انكشاف اللب بي التغطية بمادة ماءات الكالسيوم أو إجراء بارتشل بالبوتومي والهدف ذلك لأنه كانت الزورة غير مكتملة النمو وهون لاحظنا بعد اكتمال نمو الزورة في نقطة لازم نحكيها عند استخدام ماءات الكالسيوم أنه لما بينجح اللب في بقاءه على الحيويته وتغلق الزورة لاحقان غالبا يتطور نهج تكلسي بعد تطبيق مادة ماءات الكالسيوم لذلك نحن خوشية من أنه أثناء تكلس اللب بمرحلة من المراحل يتموت ويصاب بالإنتان الجرسومي وبالتالي تعقد المعالج اللبية في حالات ماءات الكالسيوم وبعد نجاح التغطيل اللبية المباشرة وخاصة عند الحالات مفتوحة الزورة واكتمال نمو الجزر وأغلاق الصقاب الزوروية ينصح بإعادة فتح الحالة واستقصال اللب مجددا وإجراء معالج اللبية قبل حدوث تكلس اللي هو غالبا ما يحصل مثل ما أنا شايفين هون تم إجراء معالج اللبية وحشيء الأقنية الجزرية بعد نجاح التغطيل اللبية المباشرة بمادة ماءات الكالسيوم هذا الموضوع فيما يتعلق بالماءات الكالسيوم فقط إنما فيما يتعلق بمادة الموضوع المختلف لديت الدراسات أنه نادرا ما يتطور نهج تكلسي بعد نجاح التغطيل اللبية المباشرة بمادة الموضوع ونذكر على الحالة الحالة لدكتور أرنالدو كاستيلوتي نلاحظ هنا انكشاف اللبية واسع تم إجراء التغطيل اللبية مباشرة وأيضا كلما زاد انكشاف اللب كلما كان اتجاهنا باتجاه الموضوع أو 5MO كالسيوم سيليكيت ماتيريال أكثر من اللجونة لمادة ماءات الكالسيوم اللي يمكن أن نطبقها في حالات انتغطيات اللبية الصغيرة الحجم هذه بعد 7 أشهر واكتمال نمو الجزر بعد سنتين بعد 40 شهر نلاحظ اكتمال نمو الجزر وبخاء حيوية اللب السني وبعد 54 وتم إجراء ترميم بحشوة غير مباشرة مصبوبة وهذه الحالة نفسها بعد 6 سنوات والحالة لدكتور أرنالدو كاستيلوتي هذا فيما يتعلق بالتغطيات اللبية المباشرة أما فيما يتعلق بالتغطيات اللبية غير المباشرة كثير مهم نعرف أنه نحن أحيانا وبالخبرة السريرية إذا حسنا أنه ممكن إزالة نسوج النخيرة يؤدي إلى انكشاف اللبية وستطعنا عدم إزالتها من قوم بعملية اسمها تغطيات اللبية غير الباشرة بشروط أنه يكون النسيج السني النخر المصاب بانخساف أملاح المدني خارنة جرسين أو من زمرة ما يدعى بالأفكت الدنتين أو العاج المتأثر يعني من الطبقة الثانية أو الثالثة اللي هي فقط فيها انخساف أملاح معدنية ويمكن تكشف ذلك من خلال تطبيق كواشف النخر الكيموية والتلون وقساوة ما تعلمنا سابقا في المحاضرات السابقة عفوا إذن شايفين نحن هنا طبقة من العاج مخصوف الأملاح المعدنية المتلون غير المتلين وهو الأفكت الدنتين أو العاج المتأثر وليس العاج المصاب الانفكت الدنتين الذي يجب إزالته اللي بيكون فيه انتاغ بكتيري مثل ما يكون شايفين طبق تطبيق مادرة التقطيع ويتغطى أيضا بجلاس آينومير ومن ثم ترمى ترميم النهائي شايفين حالة دش أهمية الحفاظ على اللوب حيا الزورة مفتوحة الزورة قصيرة اللوب واسع النخر قريب جدا مقترب من اللوب السني هاي الحالة السريرة قبل التجريف هون لاحظنا بعد تجريف التنخر بشكل كامل تقريبا وبقاء منطقة متلونة غير متلينة هي العاج الانفكت الدنتين التي يمكن إبقاء عليه وتم إجراء عملية التقطيع بغير المباشرة ووضع ترميم غير مؤقت بالجلاس آينومير وثم الترميم النهائي ونطرصد الحالة هاي نفس الحالة بعد 6 أشهر منلاحظ كيف انه جزور طالت زاد طول الجزر هاي يعني اكتمال نمو الاستمرار نمو هاي الحالة بعد سنة ونصف دليل على اكتمال نمو الجزر وبقاء اللب حيان واختبارات الحيوية اللبية طبعا في جلسات المراقبة كتير مهم انه نحن نختبر اختبارات الحيوية اللبية لحتى نقف على درجة حيوية اللب لانه احيانا تتطور حالة باتجاه التموت وهذا الشي غير مقبول خوفا من اي حدوث اي مشاكل لاحقة اذا بالنسبة التغطية اللبية غير المباشرة متل ما حكينا منرجع منذكر بشروط للمباشرة وغير المباشرة منقول هون انه سنن ما بيكون عنده history of pain spontaneous pain الحيوية اللبية مؤكدة من خلال فعنصات الحيوية الحرارية ما عنا عراض التهاب لبحاد غير ردود ما عندي آلام عفوية مستمرة والآلام انحدث بيزول عند ازال المسبب وما عندي اي مشاكل محاول زوروية طبعا اذا هاي هي الشروط التغطية اللبية المباشرة انكشاف اصغري انكشاف نظيف التطبيق العزل بالحاجز المطاطي عدم وجود اعراض لبية اتهاب لبحاث غير ردود عدم وجود آفة زوروية وامكانية السيطرة على النزف خلال دقائق وعدم وجود مناطق سوداء تدد على تموت اللبس و تطبيق مادة التغطية اللبية المباشرة مع MTA ممت Oxide Aggregates ومشتقات ها مثل 5MO كثير نحن نلاحظ انه من الميز بين الألم العاجي أو الألم اللبية العاجي هو الألم الحاد الألم المؤقت الذي يعبر عنه بإلتهاب اللب الحاد الردود أنما اللب اللبية هو إلتهاب اللب الحاد غير ردود بالنسبة للألم العاجي أو الاتهاب اللب الردود غالبا يظهر بتطبيق المخرش ويزول بزوال السبب أما الألم اللبية فهو يستمر الألم العاجي خلال دقيقة أو 5 دقائق ماكسموم أما الألم اللبية يستمر إلى دقائق أكثر وساعات ويكون غالبا عفوي وغالبا يظهر عند الاطجاع بسبب زيادة الوارد الدموي الرأس ويكون عفوي ونابد ومتشاعع وألم شديد جدا بعكس الألم العاجي أو التهاب اللب الحاد الردود اللي يعبر عنه بالالتهاب بالحالة التي يمكن أن نسيطر عليها بإزالة المسبب طبعا إزالة السبب الرئيسي هو كفيل بعلاج السن بشكل أو بآخر منشوف هاي مقاطع بعض المقاطع الأسلام كيف تظهر من الخارج وهي من الداخل هون منلاحظ خطورة الميازيب العميقة أو الشقوق العميقة اللي ممكن تكون منوات لتشكل النخر لذلك هون نحض على تطبيق المهاد السادر وهاد الميازيب هون مظهر كيف يظهر بعض التقطيع كيف نعنا نخر عاجي منتشر بالمنطقة العاجي على شكل مسلسي بينما بالمنطقة التي يظهر انه النخر ما فيها منتشر كان اكثر انتشارا يصل لبداية العاج هذا المنظر السريري كيف يكون داخل العاج كيف عنا مسلسين مسلس مينائي ومسلس عاجي وايضا من الجهة الاخرى كيف يكون عند انتشار النخر بهذا الشكل اللي نحن شايفينه هلا هيك نحن نحن خلصنا اعتبارات لبية او باخر على حفاظ على حيوية اللب السني ضمن السن وبالتالي حفاظ على وظائف ولا سيمة عندما يكون الحفاظ على اللب السني هام جدا عندما تكون المسج السني غير مكتملة النمو كالجزور القصيرة والمفتوح تذورها لذلك هنا يبرز اهمية الحفاظ على اللب من غلال اجراءة التغطية اللبية المباشرة وغير مباشرة اخذينا بعين شروطها خبل التطبيق من اجل حصول على نتائج نجاح جيدة بتمنى تكون امور واضحة وبرجع بشوفكم ان شاء الله بمحاضرة قادمة ويعطيكم الف عافية